جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أفضاء خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات أرجو من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة ونوحد دعاءنا اللهم أدم علينا الإيمان والصحة والعافي واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وسهل شفاءهم يا رب العالمين حتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم يعني كسرة في النقاش يعني ما بين الأمريكان والكنديين والإنجليز هدول مدارس نحن الماشيين فيها بعدين المتطرفين لوحدهم الصين واليابان كمدارس طبية والهند عم تسرق من كله يا تون يعني كطبيا يعني نحن يهمنا كمسلمين نأخذ من كله والثاني الزهرة فلذلك اليوم قررت أتكلم ربنا أكلم المرأة وأحسن أكرامها وأوصى بالأب والأخ والإبن أن يحترمها ويعطيها قيمتها وحافظ عليها وربنا سبحان الله يحافظ عليه للخمسة وأربعين بالهرمون الأنوثة لا يمكن أن يأتي لأي امرأة أزمة قلبية أو لا قدر الله جلتها في دماغ أو مشاكل ربنا أخيري عندها هرمون الأنوثة عم برعة عم بحمية إلا إذا هي أثائت إلى نفسها دخنت شيشت معتها خربت الدنيا عندها خربت كل هالنظام المتوازن من الهرمونات وربنا أعطاها خمسة إلى سبع تيين مراحة من العبادة يعني مرتاحة ما هي ملزمة في أن تقضي إلا الصيام يعني ربنا أكرمها يا جماعة لا نحن نناخد تدخين نناخد حبوب من الحمل نناخد هرمونات نناخد شغلات منشان البشرة إيش استفادنا يعني حل حتراجعوا الحلقة تكتبوا باليوتيوب قناة زاد هرمون الأنوثة ويتبعها الآن هذه الحلقة عن مضاعفات تناول الهرمونات ووسائل منع الحمل على المرأة يقولون يلا شوفش أدعم بهتم إسلاميا نحترم المرأة وأوصيكم يا جماعة أوصيك بوالدتك وأختك وزوجتك وبنتك فاتق الله فيهن ووجههم وانتبه عليهم واجعلهم قرة عينا لك يعني لا يمكن يعني لا توقف يعني عشت في الغرف الأمريكا وشفت المرأة كيف تهان يا بس هاتم تمثيلية الله أنا خايفة على البيبي صار عمره عشر احدى عسنة اتناس يالله ارميها في الشارع ما لا لازمي لا أخلاقيات يا جماعة ما بدنا نتشبه بهم نحن ما نحن لنا أساسياتنا العقائدية أساسنا العقائدية وديننا الذي نحترمه لا تصور كم أنت تكون سعيد كمسلم ملتزم وعيش في أمريكا ولا عيش في كندا ولا عيش في إنجلترا حتلاقي نفسك وبعدين يعني فيه متعامل يعني طيبة النصارى أو طيبة اللا دينيين والسيستم الموجود في كل شيء هذا اللي خلانا نحن يالله بدنا نقلدهم لا ما هن أحسن منا يا جماعة وأنت شباب نقوم فأوامس له لما نعلقه بها الكلامين فلذلك نجي ونحكي الآن يعني بصراحة يعني في كلمة اسمها confused يعني أنا نفسي صار عندي نوع من اللخبطة الطبية كيف أخذ قرار الإنجليز بقول لك لا يعطيها للمرة الهرمونات لما تصير عندها تنعطى عندها الدورة ممكن تعطيها الهرمونات هاي بفترة محددة بعدين بلغ بعد خمس سنين روما يجي لسرطان طيب ليش أنت من أول عم تنصع تاخد هرمونات الأنوسة وبعدين بتقول لا ممكن تعمل سرطان أمريكا لا نهائي الاشتئاء ممنوع نعطي أي سنبل برجالك بطلع لك واحدة مدرسة تانية بقول لك لا ممكن تعطي الاشتروجين وبرجستورم كمان لمدة ثلاثة سنين مشان المرأة شوي شوي مشان عظمة ومشان كزا وبعدين بقول لك لا ستعمل سرطان السدي الكندين قفلوا وقال لك لا ما في الألمان ما في الصين اليابان مفتوحة ما في يعني ما في الكنترول يعني عم بعطيكم بعطي عفوا لما بكلم كلمة أنا وحدة عم بخضر بإذن الله الرأي السديد الذي ينفع المسلمة الأخت المسلمة يعني أنا كمان والله اهتم بينحولي من النساء ومن فرض الله علي أن أحسن صحبتهم هو أول شيء أمك 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 ثم أباك والدتي وأهتم فيها مثلا يعني المشكلة اللي لدينا أنه المرأة مسكينة دائما عندها فقر في الدم وعن بتتعب حالة ربي أولاده بعد ذلك ونسيت أنه تاخد حليب لبن شان تقوي العمود الفقري عندها وعظمة وجيلة رقق في العظام أو 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 أوسيو بروسيز اللي هو تآكل العظام وتبتدي تعاني ضهرة مفاصلة ركبة طب يا جماعة لازم نحن من الآن نهتم بالسيدات وبدون ناخد أي شغلة فيها شبع مثلا نرجع منقول يعني تصور هاي قاعدة الجميع الأمريكية للجراحة بعدين في جراحة الصدر قال لك المرأة التي تأخذ الأستروجين حبوب البروجسترون لمدة خمس سنين سرطان السدي بزيد عندها نسبة سبعين في المية حتقلي طيب يا دكتور طب ماذا نفعل حقلك هرمون اللي نوصل اللي هو الأستروجين اللي هو يقلل لجفاف والحرقان وكل شيء يعني والمصنع من المبيض وسبحان الله هالهرمون هذا هو الذي يكون المرأة وصفات السامنوية والأوالية اللي هي تقول عنا مرأة ما بدنا نلعب بالهرمونات هدول أبدا ولا بدنا يعني برجع بقالكم شغلي هاي خدوه مني تتشبه المرأة بالرجل أول ما تتشبه في الرجل بينزل عندها مستوى الهيستروجي ويبتدي يأثر على حجم السدي على جسم كائم مرأة على كذا وتروح بقى يلا بدأ أعمل نحت لجسمي ونحت وعمل تجميل طب بدأ أخذ الهيلونوريك أسد اللي هو طب هو هاي هاي ذون أسد عم بيطلع عندي اسمه هرمون الجمال الاستروجين هرمون الجمال هو اللي بكبر السدي بصابر السدي وبين انو هاي امرأة منصوطة منحكية برجع بكررد كون يعني اللي شيف ضحك الآن يا أخي الزوق ما بقى في عنا يعني الزوقيات لا توخ المطرف صار طلعي عضلات وعم بيغني مثل المرأة صوته مع زي وتلاقي المرأة عم تغني مثل الرجل بصوتها يعني لا توخذني صار في تناقض في الأزواق بس هاي أنا بحاول أذكركم فيها يعني كلامي واقع ما عم بحكي أنا كلام من عندي ولا ببالغ في الحياة وفعلا الكتلة العض مثل ما أنا يعني يعني الاستروجين طالع لي الهيلونوريك أسد بصير طب أنا يا جماعة أنا جا بدي أعمل يلا بدي أتشاح واتناقش وكذا الهيلونوريك أسد ما هيطلع عندي طلعوا لي والله هيلونوريك أسد أبر ألا نظارة أبر للوجه لنظار تجي طب إيش استفدنا يا جماعة ما هي لوحد وهذا بطلع أنا حطيت واحد صناعي عديش هيقعد شهرين ثلاثة ستة وبعد يعني التحفظ الآن برجع كمان يعني المبايض نفسها لما عم بتطلع الأسرجين هي اللي عم تتحكم بالصفات الجنسية الأنثوية للمرأة لحد السن السبتاش وبعدين يوقف النمو وكل شي لسن السن السن هاي معلومة جدا المهمة تصور سنة واحدة المرأة الله يرضى عليك لا تتشبه في الرجال من السبتاش لثمنتاش بس يعطيك العافية على القل يكون عندك عم بيطلع الأسرجين تان ويك امرأة المهم يعني برجع بحكي الموضوع له خلفيات كتير لكن أنا برجع بقالكم يعني تفاصيل كتير يعني لا تتصور وقديش مفيد ان المرأة تحافظ على خجلها وعلى أنوثتها وعلى تغذيتها يعني دائما برجع بكرر دائما المرة لازم تعرف الهموغلوبين كان عندها لأن الدورة الشهرية عم تفقد كل لمدة سبعة أيام الدورة عم تفقد الدم من جسم الكالوسيوم عنده وضع العظم عنده منيجي هون بين عم حسن 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 تتعرض على الشمس من الساعة 11 للساعة وحدة 10 دقائق بس شوف لشاب يدخل الشمس وبس والثفة أو حب الرشاد ثبت أحسن من أي سبل منت أصدي الكالوسيوم مسألة يعني هاي بحطها بين أوسين للحفاظ على على إيش اسم كامرأة تحفظ على نفسك وعلى مستوى هرمون الأنوث عندك حتقول لي طيب يا دكتور فنفرض أنا أنا مثلا يعني 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 برجع بقول تصور عم بق شوف لك عم تقرى هون مق عم بقول لك الـ HRT هذو في بحطه لزقاط أو طريق الفن إنه الـ HRT عم بسوي كنز سرطان في الرحم بزيد خمس أضعاف إذا أنا أخذت الـ HRT بعدين بقول لك لا ممكن تأهض بكمية إلا سنتين ثلاثين لا أنا ما بدي المرأة المسلمية خلاص قطعت عندك دورة رتاح وما بدي شي حتى قل لي طيب دكتور كيف أعود هرمون الأنوثة نرجع يعني ما بدأ أكرر نفسي اتفقنا أنا ما بدي أخذ هرمون الأنوثة ولا شي ما بدي وبيدي أحافظ على كتلة العض يعني أنا الهرمون أنه أحافظ على كتلة العض ما بدأ أروح أن أشلي كيلو كليه خمس سكيلات عشر كيلات أروح الجم أعمل لا شي معقول بالهدوء أو أروح الجم أعمل هالرياضة العنيفة أنا جمبي أنا يطلعي لي والله ملاكم إيش وهي أو بادي ليفت هدول بنمو عضلاته هذا كلام كله نحن لا نقبله إسلام ولا نرضه للإناث الذين يهمنا أمرهم ويعيشوا معنا صبا ممنوع نستخدم أيضا لأي حائف عندي في العائلة يجالهم سرطان سدي العم والخال وكل ما بدي أبدا أيحد في تاريخ مرضي في سرطان سدي أو سرطان رحم بسم الله على الجميع ما منع تستخدم هدول هذا وبعدين برجع في واحد يعطي رأي طبيب طبيب النساء وديرس انتكرانيولوجي تبع المرأة قال لك أنا ممكن أعطي بعد الخمسة وستة شوية قال وجدت أنه حالات سرطان الهاد ما فيه برجع بقول أنا لا نتحفظ ما بدي لا بدي هرمونات أخذ ولا بدي هالأزقات هالأتيات حتقول لي طيب يا دكتور يعني طيب إيش حنسوي عنا حبوب منع الحمل هاي هون الأزية حبوب منع الحمل هتكلم أنا على أنواع الهرمونات منع الحمل اللي اللي طرق منع الحمل اللي اللي عندنا الحبوب العادية وطبيعي هرمونات ما فيه شي منها ما هي يسلم المرأة بتاخدها مسكينة إذا بتاخد حبوب منع الحمل تفع ضغطها ممنوع تكمل تقلب على الايو دي اللي اللولاب فنفرض صار صداع معه ضغطها كويس ارتفاع في الضغط سائل النخاع الشوكي وعي كتير حالات تجينا هون لازم تاخد نوع من المدرات البولية اسمه دايموكس هذا اللي ممكن ينفع فهمتوا عليه حالكم مثلا نتكلم مثلا مضاعفات هذا الصداع تقلب المزاج يوم فرحان يوم مبسوطة يوم بتنكد على جوزة انت هذا سبب وانت بسببك اخي امتنع ما بدي والآلام السادي والسمن وحب الشباب عم بيطلع حتقول لي طيب يا دكتور في طرق اخرى المخرج عم بقول لي في فاصل واسئلة لا السنة نعملها على الوراء بنتفضل على الفاصل نطلع من انواع الشرك شرك المحبة فمحبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع وكمال الطاع لا تنبغي إلا لله وحده ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من أحكام البيع يجوز استثناء شيء من المبيع إذا كان معلوما يصح إفراده بالبيع كما لو باع بستانا واستثنى منه نخلة معينة أما إن كان المستثنى مجهولا فلا يجوز البيع لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلا يجوز بيع بستان واستثناء شجرة أو نخلة غير معينة نكمل على طرق منع الحمل في الامبلاينت اللي بنحط تحت الجلد أخذتوا بالكم هذا يمنع الهد تصور الشركة في إحدى الدول العربية دولتين توزع الشركة الجاية توزع في هالبلد مجانا وبتركبه مجانا لنساءنا المسلمين في هذه البلاد أنا لا أنصح به أبدا أي نعم أحسن طريقة وهذا بصراحة من الطرق 99% بمنع الحمل هو واللولب اللولب عندي الهرموني اللي بعد الأربعين سنة واللولب النحاسي كله بزود الدم فقر في الدم كله آلام لكن أخفها ضررا اللوب اللي هو الآيو دي اللولب حتقول لي فيه قبر يا دكتور وفيه لزقات يعني برجع بحكي أنا وفيه الحلقات اللي بتنحط يعني عدد عدته يعني على فكرة بالنسبة أكبر مركز لوسائل منع الحمل من 30 سنة في تل أبيب تصوروا في أميركا ما فيها أوكي شركة ما بدأوا اسمها شركة معروفة بتطلع الوسائل منع الحمل وبعض الأدوية التجميل والأبر والفيلر والشغلات بس ما عندها نظام أبحاث مثل هناك يعني بنرجع اللهم أحفظ بنرجع بنحكي فيه الأبر كمان اللي بتاخد حرمون الزكورة اسمه برجسترون برجستين يعني أبرة بتاخد تلات شهور كمان لا أنصح بها المرأة المسلمة أنا عندي فيه يعني فيه فترة الأمان اللي هي من نقطة أول دم يوم الثمانية فيها داخلي أيام الدورة من الثمانية لا ليوم يعني مثل هصد دورة يوم خمسة ستة فيه يومين بعدين من يوم الثمانية إلى يوم الثمانتعاش ما بدنا يصير أي شيء هاي هون فترة الأمان مثلا اللي بنده يجرب حتقولي يا دكتور جربناها وحملت زوجتي ركبت لولا وحملت زوجتي هقال لك إيه بتحصل بس ولكن سبحان الله ربنا كتب إنه بتحمل في هذا الشيء لكن نحن نرجع نعقل ونتوكل ما بناخد أنا والله مرتي ما بديها تسمن ما بديها يصير لي مريضة نفسية ما يصير عصبية ما بديها يجي لسرطان لقد الله في الرحم ما بديها يجي لفايبرويد يعني ليف في الرحم من حبوب منع الحمل ومضاعفاته يعني مهما حكينا مهما حكينا متل السجاير مضاعفات كل كم يوم بطلعنا شي جديد لحبوه منع الحمل ولا السجاير أنا بشابهم اتنين اتنين مثل بعض مع الاستروجين حنحكي مثلا ما زال عندي بتكلم مثلا حتقول لي الرضاعة الرضاعة بتمنع المانع الحمل سبحان الله بتمنع التبويض ممكن للمرأة الحاملة يعني بترضيع بالقرآن سأنا حوليني يكايم اللين ممكن الرضاعة مشان كان هنا طريقة منع الحمل لوحده هاي مسلا سبحان الله هذا مثل ما قلت لكم وارجع بأذكركم من من اول نقطة الدم من يوم تمينة الى ستتعال سبتعاش هاي هون في فترة الامان منرجع لهذا حتقول لي طيب في حبوب منع الحمل مسلا اسمه قيدارل ما هي متوفرة عنا يريد يعني تتامن في بلادنا ان شاء الله وتعالى هي امنة نوعا ما ما هي امنة من امية بس انما ما بعرف يعني بامريكا وكندا شايفة منتشرة هناك كتير يعني بالبرجة بقالكم على هالشيه منيجي بعدين حتقول لي طيب يا دكتور المرأة بدها تاخد الهرمونات منشان بعد سن الطمس انتهاء يعني الدورة منشان تحافظ يا ما ما في انا برجع بقاللك هقاللك بقال لماذا انا بقالك ما تاخدية اولا بيزداد فرصة اصابتك في ازمة قلبي كتير اكتر سبحان الله هي بصير خمسة واربعين سنة وبتعدي المرأة اربعين مرة ضعف ارتفاع الضغط بيأزي الدماغ محرضة لا يجي لها جلطة في الريأة او جلطة في الدماغ مثلا والمرأة بتجي ما بتلك والله يا دكتور عندي لا تحس ضيئة في الصدر وشوية تألم بسيطة هاي رأسا زملائي الله يرضع لي اي واحد انتو كمان اللي في البيت خايفين على والدتكن لو سأجاها هدية هدو بدون اي سبب لا عنده ربو ولا عنده شي فورا تروح على اقرب مستشد يستفعاد ازمة قلبيه ولا قدر الله جلطة في الشريان الرياوي مثلا نكون بس احتياط الغثيان التعب الإرهاق الصدر ببقى طبيعي في احتقان بيبقى في ألم ما هي طيقة نفسها مسكينة زيادة الوزن انتفاخ البطن كل هدول الشالق بعدين شوية حمار فلوشه بالوجه نفس كأني نقطعت عندها الدورة هاي كمان اعراض انقطاع الدورة هون هون نحكيك طيب أنا هلا عندي وحدة صار 47-48-50 سنة نقطع عندها الدورة هون ياما ناس اطلقت في هال منوبوز في وقت الهال منطاع هون الله يرضى عليكم هون منجيب الفايتو الفايتو في حبوب اسمه فايتو هاي بتاخد اياه حبوب حبتين ثلاث مرات ما كان هرمون الانوسي الافوكاتو هاي منعوضها لا البدر يعني بدر الهرمون الانوسي هتحقلكم يعني هاي هون بهالسم مثلا هنركز على الافوكاتو خلي التفاح مثلا وحلينا ماء مع الليمون كل يوم تشرب يشاي اخضر ما بدنا ما بدي وبعدين الشوكولاتة العدس يبقى المرأة صارت خمسين عندها ابتدت الاعراض هاي مناخد هدولة حتلاقي عن نسفة عصبية وهواهج وتاخد حمام بارد ومطي نفسها وتنكد على نفسها وعلى الحواليها يعني في ناس عنده نساكين ببقى يعني الحمار بيجي له وهذا فضيع طيب هتقول لي يا دكتور نعطي هرمون لا ما بعطي ما بدي يجي لسرطان في الرحم ولا بالثادي مثلا لا يبعطيكم يا يعني هتقول لي طيب يا دكتور ايش علامات انه الاستروجين هالمرأة نزل عند الاستروجين لخبطت الدورة صعوبة النوم تقلبوا المزاج وصداع ونوم يعني حيحل هالشي نوم مريح ورياضة تمشي نسوانا ما بحبوا الرياضة الا ما تقول والنوم كيف حتنا سهر ما بدنا ابدا لاني انا محتاج هرموني اللي سيطلع لي من 12 للخمسة الفجر زمان مت ما هيطلع هروح والله اعمل لي نضارة وعمل لي افلر وعمل لي كذا كله كلام فاضي قلت لكم الاستروجين اذا ما هو موجود يطلع الهيرونيك اسد منشان يحافظ على نضارة الوجه وحيوية الوجه انا ما عندي طب حتى نرجع على الافوغاتو هو شكله سبحان الله مثل الرحم المرأة هذا افوغاتو من نركز عليه لا تتصور وشاهد يعني اريت بيجي تقريبا 14 بحث على الافوغاتو هو استروجين هو الهرمون الانوسي عند المرأة وخلي التفاع كمية صغيرة طبيعة ونشرب ماء معه يعني بس منشان ما افضل الافضل للمرأة في السويابين اللي هي حبوب السويابين متل ما انه الفايتو جدا كويسي هاي عاملين منها فايتو بالهذا او حبوب السوياب حت ناخد اتنين 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 ستلاقي بإذن الله تعالى رجعت كويسي وما في احلى منه المرأة ولا هدية اعصابة حتقول لي كماني في اه تصور كمان الخيار يعني الخيار وجدت من اهم ما يمكن ايضا يعني طعمية خيار ولبن وموز وشربة العدس لا تصور ايش مفيدة حنكمل المضاعفات طبيعي سرطان السادي ينا عليه تغير في المزاج والميغرين بيجي نوبات الصداع تكتر اكتر والجلطات في الساق تلاقي ما في الان هلا صار قانون اي واحدة بتعمل عملية بولادة كذا لازم تاخد جرعة من مميعات الدم شان ما تصير جلطة عندها في الساق فلذلك نوصي المرأة تقومي امشي تتحركي اي وقت شفتي السمانة الرجل الساق يعني حجمه كبر مع حمرار مع علم تروحي فورا اقرب الطبيب يعمل موجات دوبلر نبضية ويتعمل يتأكد انه هل في جلطة في الساق ام ما فيه تصوروا كمان طبيعي حبوب الشباب امراض المالاريا تصوروا ربطوا الخرف يزداد عند النساء الذين تناولوا حبوب منع الحمل مثلا موقع زي مرخ الخرف العتا لخبط الدورات ولها شاشة العظام مثل ما قلنا اه هذا وبعدين هون عدم التحكم في البول ثبت كمان من هو حبوب منع الحمل تسبب عدم التحكم في البول هون عبلي المخرج فيه فاصل نطلع ونرجع مرة تانية نستمر المرافق للأب المصاب بالزهايمر او للأم المصابة بالسرطان او غير ذلك من الامراض المزمنة المستعصية يحتاج الى اعداد خاص اولا في احتساب الاجر عند الله وما يلقاه يوم القيامة من الثواب الجزيل على صبره هذا ثانيا في اصول العناية الطبية والرعاية لنوع المرض الذي يعاني منه من يرافقه ثالثا في سياسة تدبير التفرغ ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة التي توفر الاوقات اللازمة لمرافقة المريض كالعمل عن بعد والدراسة عن بعد والتناوب بين الابناء والاقارب والمتطوعين من احكام الوصية الوصية تجري فيها الاحكام التكليفية الخمسة فتكون واجبة كما لو كان على الانسان حق لا يثبت الا بالوصية بحيث لو لم يوصي ضاع الحق وقد يكون الحق لله تعالى كزكاة وجبت عليه او كفارات لا يعلمها الا هو ولم يخرجها وقد يكون لحقوق المخلوقين كالديون وتكون محرمة كما لو اوصى لوارث او اوصى باكثر من الثلث وتكون مستحبة كما لو ترك مالا كثيرا وورثته اغنياء فاوصى بما لا يزيد عن الثلث وتكون مكروها كما لو ترك مالا غليلا وورثته محتاجون فاوصى بما لا يزيد عن الثلث لحديث انك انتذر ورثتك اغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وتكون مباحة كما لو ترك مالا قليلا ورثته اغنياء فوصى في امر مباح اما ان وصى في اعمال البر والقربات فالوصية مستحبة يعني كمان تكون قابلية عند المرة ان ارتفاع الضغط وعندها قابلية مسكينة مع الكوليسترول الجاي الذي ينظف الشرائين يعني ما بدي انا والله ااخد هرمونات او ااخد حبوب منع الحمد منشان اقذي نفسي لنرجع بعدين اعلامات مثلا اذا الانسترولجين عندي ارتفاع مثلا هذول عم بياخدوا الحبوب الانسترولجين الابوريجستون حتلاقي عصبية تغير مساج حتلاقي اكتئاب وزنها مزيد بشكل فضيع وبعدين قابل الدورة اهلام شديدة بتتجي للمرأة يعني برجع بقالكم ربنا خلائك خلائك يا سيدتي بهالطريقة وبهالهرمونات ما بدنا اللخبة تحانة بهرمونات ما لا لازمة وخلفيتها سيئة جدا يعني بنرجع كمان الشوكولاتة صعي سيدة اقول كمان ترفع الاسترولجين هي حلوة الشوكولاتة الداكنة مو الحلوة اللي بالسكريات كتير لا ما بدنا يعني نحن منها نحاول ناخد يعني شلوم دالك بنشانة للسيدات قصدي منحكي منحكي يعني لا تتصوروا هالأكلات لما بتاخذي كل واحدة بتشوف مثلا ما بده رأوا شكل مباشر عنده جسمة مثلا فيه لخبة طعم بشبه الرجال فورا بركز عبزر الكتان فول السوداني البزر الكتان فول السوداني يعني كل امرأة عنده شوية هرمون ذكورة بروح على الكبد على الكبد بدنا نكسره زاده شوية بروح بيعطي هال من الرجول من الرجولة شوية فذلك احنا ما بدنا بنركز على هالشغلات هاي لحتى تنقصه ما في بزر الكتان مثل قلنا نرجع الفول السوداني الشوكولاتة أبو كاتو الخيار العدس مثلا حتى تصور برحم بقرة اللي عنده ركب السيدات راك زي على شهرتك لكل يوم كيلو خيار هيصد نفسك عن الأكل وحتضع فيه وبنفس الوقت حيفيد ركبك مع زيت الزيتون يعني بس حبيت أزود هذه الشغلة يعني وبعدين الأبو كاتو تصور أفضل ما ناخد أبر الفيلر والبوتوكس والشغلات ناكل ناكل الأبو كاتو خلطوه مع الحليب حطوه عليه عسل أصلي ويمشي الحال يعني بنرجع منتأخ منتركز على على هدول الشغلات يعني بنجي منكمل حديثنا قالنا مثل الستروك الجلطات في الدماغ كمان بتزيد مع أخذ هرمونات الأنوسة وبغرض حافظ أو أو أخذها كحبوب مانع حامل الإضاعية الـ HRT تطلع يعني الميزة الوحيدة الـ HRT اللي هو عمل نظام الـ هرمون ربليس من سيرابي اللي هو تعويض الجسم بالـ HRT مختصر لهذا الهرمون أنا أعطي هرمونات لا تساعد على المحافظة على أنوسة المرأة كمان بجب أقول لك إنه على ترقق العظام أنا لا والله بعدين فيه شغلة تانية مهمة جدا تصوروا الدوبامين هو العاطف وكذا ثبت إنه يؤثر زكاة مرتقي أثر على بياض المرأة يعني حقيقة عندي البياض يبقى الدوبامين حتقول لي منتجات وإيش حتساوي لازل تكون سعيدة مبسوطة كيف قول لي ما معرف حتقول لي طول وقت عندي نكد من جوزي من ولادي من المهم هم تحاول يقدر تحافظ على الدوبامين يرتفع حتلاقي مثلا في بعضهم مثلا صار عندهم غمق في جلدهم هولنا نتمأن الغد اللي فوق الكلة اللي بتفرز الكورتيزون ربما الغرب دفية مشكلة خفضت هذا هذا وصلح الجلد كمان نصينا نقول هالنقطة هاي المهمة يعني بنرجع المرأة تحافظ ما يجي لسرطان سدي ولا الرحم ولا المبايد للرجال إذا أخذنا هرمون الزكورة سرطان البروستاتا وفي العظام وفي الخصيتين ننتبه يا جماعة ما بدنا هالشغلات كلها بدنا نحاول قدر الإمكان نبتعد نبتعد عنا هنا تقريبا أنا غطيت الوضع يعني بنخلص علمتكن يا نسا المسلمين بدك تحافظي على نفسك تحافظي على هذا قلتلك منين تجي بمصدر الاستروجين نركز مثل ما قلنا برجع بكرر وسمعوا الحلقة كمان مرة تانية على الشاي الأخضر لا تصوروا شقد مهم الخيار العدس الشوكولاتة بزر الكتان اللهم صلي على سيدنا محمد الفول السوداني حلو والنام إذا ما نميت ما في هرمون أنوسة بهالليلة أخذتوا باعة لا بتروحي على أمريكا وأوروبا وكذا هذا بعض البلاد المسلم اللي فيها الاختلاط في المدارس البنت صارج مثل الرجال رجولة مسكينة ما بقى يطلع عندها الصفات أنثوية بجسمة وكذا طب ليش خسروا من كتر اختلاطهم مع الصبي وتنافرهم مع بعض وكذا إنسى اللا أخلاقيات اللي عم بتصير ونسبة الحمل السفاح والهذا واللا أخلاقي اللي عم بصيف فلذلك لا يمكن تجد مدرسة في أوروبا يهودية أو في أمريكا أو في كندا فيها مختلط لا يمكن يعني تصور عمليين مدارس خاصة بتدفع 12,000 12,000 دولار سواء في كندا سواء في أمريكا وما بيقبلوا أولاد النصارى أو المسلمين أو غير تصور ومدارس لوحدهم وقانون لوحدهم حتى المواد التي فرضوها الآن من شان يعني مادة الخبية يعني واضحة لش تزوز على التشجيع والتحويل هذا للأسف الشديد لا يمكن تدخل المدارس وبطلع يقول يلا بدنا يا أخي انتشبه في مين في مين عنا نحن يا جماع عنا قيادات من الصحابة عنا يولا نبي رسول الله الشرط حسن هذا سبب رسولنا سبب الصحابة الكرام سبب أخلاقهم وأروح أخذ علم من عندهم أحسن ما يمكن أنفع في بلدي وأرجع أنفع عباد الله مسلمي في بلدي وأحافظ على أخلاقي وخلقي هاي هنا خلصنا هنا بنجي عندي في أسئلة حتكلم فيها أو يعني عندي سؤال هل إذا المرأة أطعت الدورة عندها مؤقت في بعض الستات عثلتين هذا بصير عندها أمينوريا ما بقى يطلع تجد الهرمون اللي بيطلع منها الدماغ الـ LH والـ FSH مبعد بشغل المبايد وما بيطلع أستروجين هون إيش دا الساوي مسكيني يعني يعني بذكر في عندي حالة يعني راح تتعطب بالصيني على الأبر الصيني على خمس سنين مشاين يساعد يحصل فيه طويل ما في ما بصير يعني ما في شي نجح أبدا بس ولكن الإسلامية ما نجح طب يعني حتى بعضهم قلتنا صحتهم نروحوا يشوفوا في الصين مثلا إذا فيها حتى كمان في الصين فشلوا يعملوا يعني أنا المبايضة ما عم تشتغل نتيجة هرمون سبحان الله ما عم يطلع من الدماغ لا يشغل المبايض لا يطلع بويضة يعني رد عليهم لا لا بقامة المانع هذا من الله سبحان الله يعني 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 معنا الآية يعني 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 ربنا له حكم أنه يعني سبحان الله لم يرزقكم بأولاد بويضة ما طلعت انتبهوا ما تروحوا عند دجالين في بعض الدول يروح يفبرك بويضة وحدة تتبرع يقولك هي بويضة طبعتك يروح يعمل أو الرجل الذي ليس لديه حيوانات منوية وأخذوا عيني من الخصية ما طلع فيه حيوانات منوية يروح يلعب يضحك عليك يقول لك منجيب هذا كله لا يجوز شرعان وهذا ليس ولدك السؤال الثاني عندي أربعين سنة وحصر معها ضغط وعلي وعندها وعندها ضغط وبداية وجال شلال شبه نصري والحمد لله تحسنت ما هي نصيحتك كوسيلة منحهم منلك الأولاب العادي هذا قلها ضررا والأفضل الواقع عند الرجل وخلاص وما بدنا لا نحمل ولا تعمل شي مسكينة عند أربع أولاد خلاص ما بدنا هذا الشالات وناخد الضغط لازم ينظب تماما وخاصة إذا كان مرافق معه ارتفاع في الضغط هذا نتيجة أخذ حبوب منع الحمل 13 سنة طبيعي نقلت وذكرت مضاعفات منع الحمل هنا سؤال سؤال ثاني عمرت 47 سنة وحصل مع السكر الحمل وضغط الحمل وضغط في الحمل وبدأ أحسن وسيلة لمنع الحمل يا سيدتي أولا الضغط اللي بيجي مع الحمل هذا لا ينتهي أبدا يعني تابعي ضغطك دائما وخاصة عندما تحس بصدا أو الضغل اللي في عينيك أو دوخة بتقيسي ضغطك وتجيبي الضغط الساعة أو الزئ بقي بتقيسي على السكر الله يرضى عليك هنجي بالنسبة برجع بكلم أنا أنا لازم أعالج الضغط صح وأعالج طيب إذا صدف حملتي طبيعي لازم أثناء الحمل ما بتري تأخذ أي نوع من الحبوب إنسولين فقط وحبوب الضغط فقط معروفة ما يعني يتصار وما في أصلا هي الأفضل تمام فلذلك لازم تأمني دوال ضغط قبل ما يصير حمل هاي هون بالعكس هون بتحب تحمل وما بدأ تأخذ حب طيب بعد الحمل قامت وإذا بدأ تأخذ وقاية 37 سنة وما هذا منع الحمل أنا رأي فترة الأمان أو مثل ما حكيت اللولة أو يعني لا تصوري مليون يعني عم بقرة بالآلاف لا أفضل الشيء يعني الواحد مع زوج صلاح يائف الدين ما في داعي يرمي في الرحم مثلا هاي خلينا نكون دائما أن تتقي الله في زوجتك وخاف عليها مو مع الواحدة تروح والله تعمل لي مليون عملية تجميل مع عملها هذا مشان جوزه ما يتجوز عليها أو تعمل لي مليون ألف شغل وكذا وهان هاي مسكينة أنت لما تلاقي مرتك هيك عطي ثقة بنفس يا أخي إلا أنت حلوة أنت كويسة أنا ما بفكر أتجوز عليك يعني بدنا نوع من هذا اللي إسمع اللهم صلي عسان عمد يعني برجع بحكي لكم يعني بدأ نكون جدا جدا في عندي صراحة صار هيك هالأسبوع هذا يعني علاج المالاريا في جديد اسمه أرتي سوفنات هذا ما موجود غير في البلدان الأوروبية والهاد وبالمملكة موجود يعني تصور أفريقيا كل ما في موجود هذا يعني حتى بحد الدول العربية واحد إجاء يعني يهمني أمره إجاء إجاء مالاريا في نيجيريا وانتقل إلى الدول العربية حكم عمله هالدولة الثانية الأبر تبع الهاد دولته بعث الطيارة خاصة تاخده وجبت الأبر تبع لهاي طب أنتوا يا جماعة عندكم الأبر تبع تبع ليش ما عم بتوزعوها على ممتلكاتكم في أفريقيا يعني بعض أغلب الدول الأفريقية كثير كلها يعني ما بعرف والله أرجعت هون أي واحد عنده يحاول إذا عنده أي قريب يطلع لأوروبا وخاصة فرنسا يجيب هذا الدول أحاول حرفه الأبر A-R-T-E-S-U-N-A-T-A-E ياريت إيش يسمع ويكمل يعني أي واحد فيكن يعمل هاي هاي عجبتني هاي جدا كويس حبيت قال لكم بحبي يعني أنا يعني لا توغزوني وشان ما تملوا من حديث الطبي مثلا يعني واحد فعلا زنوب الخلوات سبب للانتكاسات صور يعني ما بصيب مصيبة بتجي لك إلا لأني بتجي يا الله النظرة الأولى لك والآخرة والثانية عليك صارت يا أخي ما معل أنا بصلي وكال علاقتي مع الله كويس وأروح أشوف عورات ما بدي وعبادة الخلوات سبب للثبات يعني ما تختلي نفسك تسأل الله وتقولي الله هيقلك يا ابني عم تشتغل مثل الماكينة محتاج راحة لواجهة شوف لك زاوية بيتك تصلي فيها الفجر تصلي فيها صلاتك جدا كويسة يا أخي هاي مسألة بحبيت فلذلك كلما طيب العبد خلوته بينه وبين الله طيب الله خلوته في القبر واجهيني شطرتك لما راحت فينا يموت كيف هيقعد في القبر كيف تفرشو من عمل الخير والقرآن والصلاة والزكاء والصادقة يعني يا أخي عندك مهمة أنت بدك تحاول بدك تجهز نفسك لهذا اليوم بنرجع هنا بس فيك على السريع عندما يرى الإنسان هو اليوم القيامة تنكمش السنين التي عاشها في الدنيا حتى يظن أنها يوم أو بعض يوم وإنزاخن قوله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبيثهم في الأرض عدد سنين قالوا لبيثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين وفعلا قانوني مدام الجسد معا بتحرك التسارع صفر والزمن صفر متت من ألف سنة جيت يوم ربنا ينشرنا يوم القيامة هتحس حلا كأني يوم أو يومين يعني بنرجع استعد لهذا اليوم أرجو من الله أن أراكم بخير وصحة جيدة وأختم دعاي بهذا الدعاء الحلقة إن بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أقدم بالشكر لمدير القناة والإستافة اللي عم صور وأرجو من الله أن ألقاكم حلقة اليوم الأحد القادم إن شاء الله أرقاكم على خير والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جسمي لدي أمانة من خالقي فمن الأمانة الاهتمام بصحتي صونا لها بوقاية وتحفظ والأخذ بالأسباب عند إصابتي هذا دواء الداء لكن الشفاء هو منة الرحمن ليس بقدرتي أمانة أمانة ترجمة نانسي قنقر